برغم اي حاجة نارجيسي بيعملها معاك بيحاول انه يخلي ان الموضوع يبان انه بسيط وما يستهلش لما نارجيسي بيحس منك بالخوف بيحس بالغضب الشديد منك وبالاهانة حتى لو كان ناوي انه يسيبك او يترك العلاقة اكتر شيء بيخلي نارجيسي خايف جدا ومرعوب جدا انك تتركه او تسيبه بيكون في حالة جماعة الضغط بيكون رهيب جدا وتصرفاته بتكون غير طبيعية وفي نفس الوقت بتلاقيه بيتصرف معاك بشكل غير طبيعي وفي نفس الوقت بتلاقيه بيتصرف معاك بشكل طبيعي جدا وبشكل واضح في حب جديد جدا ليك علشان يكون متأكد انك مش هتسيبه النارجيسي بيخاف بشكل غير طبيعي من انه يكون لوحده او يعيش في وحدة ومن الممكن ان بعض الحاجات اللي ممكن تظهر ان هي بسيطة او ملهاش اي اهمية تولد عنده الخوف الرهيب ده من اهم الحاجات اللي النرجسي بيخاف منها بشكل فضيع جدا هي انه يتم تجاهله او اهماله وفي الفيديو ده جماعة احنا هنتكلم عن بعض الحاجات اللي ممكن تخلي الخوف اللي هو النرجسي ده يتحول لشيء حقيقي عايزك تكون عارف حاجة مهمة جدا ان لو انت اللي تركت الشخص النرجسي او هو اللي تركك موضوع الهجر ده جماعة او الترك ده بيخلي الشخص النرجسي يحس ان هو يعني عاجز بيحس بعاجز شديد جدا لانه بيخاف جدا من الرفض وبيعيش النرجسي حياه كلها توطر بسبب الخوف من الموضوع ده وبسبب كده بتلاقي النرجسي دايما بيفكر بان هو ممكن اللي حواليهم او اللي حواليه ما بيحبهوش او ما بيهتمش به مما فيه كفاية دايما عنده خوف من الموضوع ده وخلي بالك ان النرجسي هيعمل كل اللي في جهده وفي وسعه علشان يحافظ على مصلحته واهدافه انه يحققها باي شكل ولو حصل ان انكشفت بعض اكاذيبه او محاولاته في خداعه والسيطرة على اللي حواليه بيبزي المجهود اكبر وبيبدأ يهاجم الناس اللي حواليه على امل انه ما يتمش اكتشاف اي شيء خطأ بيعمله او سلوك مش صح يتم انتقاده عليه لو حصل منك في مرة انك قطعت الكلام تماما مع النرجسي بيبدأ عقله يفكر ويديله تحذيرات بيحس منها انك ما بقتش تهتم به او بالعلاقة وبيبدأ يعمل اي شيء علشان يحافظ عليك وفي حياته يعني تفضل دايما موجود في حياته وده لان النرجسي بيفضل انه يكون الشخص اللي بيتخلص من الاشياء او الاشخاص اللي بيرتبط بيهم مش انه هم اللي بيسيبوه او يبعدوا عنه ممكن النرجسي في الحالة دي انه يلجأ لانه يحاول يغمرك بالحب مرة تانية علشان يحاول يخليك ترجع تتفاعل معاه ولو النرجسي لقاك في حالة شك منه او انك مش مصدقه فمن الممكن انه يهاجمك ويتهمك بشكل مستمر لحظة بالخوف من انك ممكن تسيبوه او تهجره من الحاجات اللي بتصير غضب النرجسي يا جماعة بشكل بشع جدا الاستهانة بيه او اهماله خصوصا لو حصل منك انك تجهلت مكالماته او رسيله او انك قطعت الكلام معاه با اي شكل من الاشكال لما بيحاول يعني يتواصل معاك ممكن النرجسي كمان انه يحاول يعملك بالمثل يعني يتجنبك يتجهلك او انه يبطل يتكلم معاك ويبدأ يمارس معاك الصمت علشان يخليك تبدأ تقلق وتحس بالزامب لو انت سبته او كنت قطعت الاتصال بيه كل ده علشان النرجسي يخليك تحس بالزامب ناحيته او ناحية اللي انت عملته ويجبرك على انك تتراجع عن موقفك ده وترجع له فورا النرجس يا جماعة مهمته الاساسية انه يحملك مسئولية مسئولية اي شيء حتى رد فعلك نفسه اللي بتعمله معاه بسبب تصرفاته بيحملك مسئوليتها وبيخليك انت سبب ومزنب في النهاية اسوأ حاجة ممكن تحصل للنرجسي هو انه يتم تجاهله اما موضوع رد فعله فبيتوقف طبعا على مدى اربته منك او مدى قربه منك او علاقته بيك تجاهل النرجسي او الاستغناء عنه بيعتبر واحد من اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل له النرجسي ما بيقدرش يتعامل مع خوفه من انه يفئدك او انك تتركه مشكلته الكبيرة انه ما بيقدرش يكون مسئول عن تصرفاته او افعله من الممكن ان النرجسي يبقى غاضب بشكل غير عادي او غير طبيعي لو حصل انك مردتش مثلا على تليفون له او انك ما اخدتش بالك من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو كان عندك سبب وجيه جدا اللي انت بتعمله ان انت مثلا مشغول او في اي حاجة منعتك عن كده حاجة طبيعية يعني هيفضل يبص ليك على انك اهملته وان انت يعني متنشه او غير متفاعل معه بتبدأ تزيد جوه النرجسي مشاعر الهجر بسبب الامور دي بكل تأكيد يا جماعة التعامل مع النرجسي شيء مرهد جدا خصوصا ازا كان نرجسي بيتعامل بعدوانية سلبية والعدوانية السلبية دي انت يعني ممكن ما تلاحظهاش بسهولة النرجسي بيتصرف معاك بشكل سيء وبيعقبك على اي شيء من وجهة نظره ان انت يعني اخطاقت فيه من اكثر الحاجات اللي بتصير غضب النرجسي هي انك تتجاهله او ما تدلوش الاهتمام اللي هو منتظره منك او اللي متعود عليه منك بيكون من الصعب عليه جدا انه يتجاوز الموضوع ده وهو عتنسى ان النرجسي لو رجعلك مرة تانية بعد التجاهل اللي انت عملته معه ده هيكون حريص جدا على انه يعقبك على اللي حصل ده فخلي بالك كويس قوي وانت بتتعامل مع شخص النرجسي ده